اشتركوا في القناة للتعامل مع مرض الخطية فأجرة الخطية هي موت وقد أصبح هذا الحكم ساريا على جميع بني البشر إذ الجميع أخطأوا وليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد وجاء الرب يسوع ابن الله وابن الإنسان ليموت على الصليب بديلا عن البشر وفدية لأجلهم حاملا أجرة الخطية بدلا عني وعنك وأعطانا بره فصرنا أبرارا أبرياء أمام الله الديان العادل ولذلك فكل إنسان خاطئ يضع ثقته في الصليب والمصلوب ويتأكد بالإيمان أن خطاياه قد رفعت عنه فإنه يتمتع بالخلاص ويصير الصليب في حياته خبرة حقيقية وليس مجرد ذكرى تاريخية فكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع أو يصلب ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة